هنا أريد أن أقف لأن اليوم في صلاة الفجر إلى جوارنا يعني رجل أصلحه الله جواله في السجود في الركعة الأولى والسجود في الركعة الثانية في طوال السجدتين أو السجود الذي في الركعة الأولى والركعة الثانية يشتغل على الموسيقى والناس في سجود لله عز وجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جواله يؤذيهم لم يؤذيهم بذكر لله لأن رفع الصوت بالذكر ذكر الله أو رفع الصوت بالقرآن ينهى عنه إذا كان فيه إيذاء للمصلي انتبه إذا إنسان يرفع صوته بالقرآن أو يرفع صوته بذكر الله عز وجل وإلى جنبه مصلي ينهى عن ذلك لأن هذا فيه إيذاء للمصلي فكيف وأنت ساجد في الفريضة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى جنبك الموسيقى تصدر من الجوال ولهذا أنبه في هذا المقام الأصل كل من يدخل هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو أي مسجد في الدنيا يصمت الجوال هذا الأصل إما على وضع مغلق أو على وضع الصامت هذا الأصل إن لم يفعل ذلك أو نسي ثم وهو يصلي وهو يصلي سمع جواله يرن يجب وجوباً أن يتحرك ويمد يده إلى حقيبته أو إلى جيبه وجوباً يجب أن يدخل يده في حقيبته أو في جيبه ويخرج الجوال ويصمته ما يتركه يؤذي الناس لأن إيذاء الناس في صلاته ماذا إثم عظيم جداً وإشغال لهم عن طاعة الله وعن ذكره وعن تسبيحه وإيذاء لهم فيجب عليه وجوباً يعني لا يظن أن هذه حركة تؤثر على صلاته بقاؤه على هذا الصوت تاركاً له ينبعث من جواله هذا إيذاء له وإشغال له وفي نفسه وإشغال للمصلين وإشغال للمصلين فلهذا إن قدر أنه نسي ثم سمع صوت الجوال في جيبه أو في حقيبته أو في حقيبته حتى أقول أيضاً لو كنت قائماً لو كنت قائماً وجوالك في حقيبتك في الأرض وأنت قائماً اخفض انزل واخذ الجوال من حقيبه وأطفئه ولا يؤثر هذا على صلاتك الذي يؤثر على صلاتك وصلاة المصلين ماذا؟ ترك هذا الصوت المؤذي الصوت الآثم يضرب والناس في الصلاة والناس في الصلاة انتبه هنا يقول ما لم يؤذي به نحو نائماً أو مصلي ما هو؟ هنا الآن عن ماذا يتحدث؟ عن ذكر قال ما لم يؤذي به نائماً أو مصلي فكيف بمن يؤذي المصلين في الفريضة بالموسيقى في بيوت الله سبحانه وتعالى فهذه مسألة مهمة جداً يجب التنبه لها نعم ترجمة نانسي قنقر